انا مبسوط جدا بالتجربة دي بصراحة ما كنتش بتطاقة انها تبقى بالمتعة دي يعني صغير شغل مع استاذ سعد او مع الكرو كله يعني ريانة التغفور و استاذ الشام سليم و نطيفة و معظم الناس كانوا بصراحة بالنسبة لي مفاجأة الدور الشريف هو صديق لشام سليم او ادم شخصتين قربين جدا من بعض بس مشكلة ادم انه هو ما بيسخش في حد و انسل لمرحلة من كتر ما هو تقعب نفسيا انه هو ابتدى يشك في الشريف و نشوف مع الاحداث بقى تطاورات كتيرة جدا في الموضوع دي بصي انا بقول انه طبعا انا تجربتي مع لطيفة جميلة جدا و انا بحب لطيفة جدا على المستوى الشخصي و على المستوى برضو انها بروفاشنال جدا في شغلها اهم حاجة انه يبقى الموهبة موجودة سواء انت بقى مغني دكتور مهندس لو هتمثل لو فيه الموهبة موجودة بتطلع والناس بتشوفها وبتصدقها لو مش موجودة ما اعتقدش انها هتدوم على الان وقت تنجح مرضا و اتنين بس مش هتدوم الوطيفة طبعا في مكانها مطربة كبيرة و بتمثل تونس و طول عمرنا في مصر بنحب الوطيفة المطربة لكن انا بقول ان الوطيفة عام المستوى الشغل حلوة جدا والناس هتفاجأ بيها احنا كلنا بصراحة متفايلين جدا بالعمل ده بسبب اللي انت بتوليدها انه الناس كلها بتحب بعض الناس كلها عايزة كلنا نبقى كويسين مش حد معين من اول لأستاذ سعد انداوي لحد اصغر موسل انا حريص ان انا باخد ادوار كويسة يعني حريص انه مش مهم امت البداية ان انا عملت بره رمضان سنة فاته اللي قابلية عملت مستوى ستين شغلنا دي عمتان هي كلها مجهود يعني شغلناتنا دي تركيبة الناس بتفتكن الموضوعه سهل هي كلها مجهود زي ما تشوفوا كده بكواليسي بتشوفوا انه مجهود غير طبيعي بيحصل من الناس كلها فلا ملايش علىها بستين او تلاتين او كده كده بتعمل مجهود في اي حاجة بتعملها واحنا بالنسبة لنا طول ما احنا بنشتغل طول ما احنا مبسوطين لا او مش لا بس وبيتقال ان احنا شبع بعض ان احنا بمثل ازاي بعض بصي هو فيه كامس تريبينيك ببين امير في الشغل ويمكن زهرت للناس السنة اللي فاتت في حواري مخارسة عملنا شغل كويس قوي الحمدلله مع بعض لاتمان فترة اللي جاي ان احنا برضو نفضل نشتغل مع بعض لانه الحاجات دي بتخلي الناس بس ايه يعني بيحاولوا يحطوا اتنين في قلب واحد وده عمره ما هيحصل لانه هو حاجة وانا حاجة لكن الكامستري موجود وحنفضل نشتغل مع بعض ان شاء الله على حسب الادوار اللي بتيجي طبعا على حسب المواضيع اللي بتيجي لكن هنفضل نشتغل مع بعض